إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين في قناة تورزينا في كل مكان أهلا بكم في فيديو جديد النهاردة معدنا في الفيديو الإسبوعي لسوق السيدة عائشة اللي بنجيب لكم فيه تقرير بحالة السوق وكمان أسعار العصفية تقريرنا النهاردة بتاريخ الجمعة 22-4-20-22 وقبل ما نبدأ تقريرنا بحالة السوق والأسعار ما تنساش وما تبخلش علي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك على الفيديو لو عجبك الفيديو أو استفدت بيه وكمان ما تنساش تكتب تعليق عشان عاملين هدية من القناة الواحد من المتابعين القناة ومشتركين القناة على جزء عصفير ريمبو وخلاص في آخر رمضان هنعمل السحب من تعليقات حضراتكم فياريت تكتب تعليق عشان تشارك معايا في السحب ممكن تبقى انت الفيز بجوز العصفير ده ونبتدي تقريرنا بحالة السوق وأنا بنزل لكم يوم الخميس فيديو بالحاجات اللي همطلوبة من التجار في سوق السيدة عيشة وقلت لكم إن اللم هيبقى على الكوكتيل لمطلوب الكوكتيل والاسترالي اللم عليه قليل وفعلا نزلنا النهاردة وكان اللم على الكوكتيل وأسعاره تحسنت وفيه طلب عليه لأن فيه طلبية على الكوكتيل من التجار كانوا بيلموا الكوكتيل شبابه جبيل وكان فيه تحصم بسيط في أسعاره أما الاسترالي فكان اللم عليه قليل جدا الاسترالي بجميع تفاراته كان اللم عليه قليل زي ما قلنا لكم في فيديو يوم الخميس والروس برضو ما كانش عليه طلب كتير أما الفشر فما كانش عليه طلب من التجار خالص وده كان ملخص لحالة السوق النهاردة في سوق السيد العائشة نتنقل بقى للأسعار والأسعار اللي أنا جايب على حضراتكو دي دي أسعار العصافير في حالة اللم ونبتدي أسعار العصافير بالاسترالي كالعادة والاسترالي العادي كان بيعمل 45 جنيه ل50 جنيه بالنسبة للصغير والكبير من 70 ل75 جنيه ده بالنسبة للاسترالي العادي أما الاسترالي العين الحمرة فكان من 75 ل80 جنيه ده السعر الصغير والكبير كان 90 جنيه ل100 جنيه ما كانش بيزيد عن كده بالنسبة لطفرة الفالو فالصغير منها كان بيعمل 130 جنيه والكبير كان بيعمل 150 جنيه والجولدن في الفالو كان بيزيد 20 جنيه في الجوز يعني كان الصغير بيعمل 150 جنيه والكبير كان بيعمل 170 جنيه وطفرة التاكسس كانت بتعمل 120 جنيه صغير والكبير كان 150 جنيه وتركيبة الشوكري برصاصي كان الجوز الصغير بيعمل 400 جنيه والكبير 650 جنيه وتركيبات الرينبو يا شباب كان الوش الأبيض فيها بيعمل 130 جنيه والكبير 150 جنيه أما التركيبات الوش الأصفر فكان بيعمل 150 جنيه الصغير والكبير من 180 لمتين جنيه أما الرينبو فبداية مستوياته كان 600 جنيه الكبير والصغير كان 350 جنيه وما أقول لك عائلة مستويات في الرينبو ده الاسكاي بلو أما طفرة البلاك وينج فالأخضر منها بيبتدي من 500 جنيه والكبير من 800 جنيه وفي حاجات أعلى من كده حسب مستويات الطفرة دي أما الأزرق في البلاك وينج فبيبتدي من 800 جنيه الصغير والكبير بيبتدي من 1300 جنيه أما طفرة الشوش فالشوش الجوز الصغير بيعمل 90 جنيه والكبير بيعمل 120 جنيه والشوشة والكورك بيعمل 120 جنيه الصغير والكبير 150 جنيه بالنسبة للفلل فالفلل العادية الصغير منها بيعمل 250 جنيه والكبير بيعمل 350 جنيه أما الفلل اللاتينو والقلبينو فالجوز الصغير بيعمل 450 جنيه والكبير بيعمل 650 جنيه والفلل اللاسوينج اللاسوينج الأبيض بيعمل الصغير 450 جنيه والكبير 650 جنيه بالنسبة لللون الأبيض أما اللاسوينج الأصفر فالصغير منها بيبتدي من 650 جنيه ل700 جنيه والكبير بيبتدي من 900 جنيه ل1000 جنيه وتركيبة الشكري في برصاصي في الفلل الجوز الكبير منها بيعمل 2000 جنيه والصغير بيعمل حوالي 1300-1400 جنيه بالنسبة لتركيبات الرينبو في الفلل فالجوز الصغير منها بيبتدي من 600 جنيه والكبير من 900 جنيه أما الرينبو في الفلل فبداية مستوياته بيبتدي من 1500 جنيه الصغير ده أقل حاجة والكبير بيبتدي من 2000 جنيه وده أقل مستوى في الفلل الرينبو نيجي لنصاص اللينجليزة ونصاص اللينجليزة بتبتدي الصغير من 250 جنيه والكبير من 400 جنيه أما اللينجليزة اللي نقدر نقول عليها انجليزة بداية لينجليزة من 1500 جنيه الصغير والكبير من 2000 جنيه ودي يا شباب أسعار الاسترالي بتفاراته اللي موجودة في السوق نتنقل بقى لأسعار الكوكتيل ونبتدي بكوكتيل الحبشي والكوكتيل الحبشي كان الصغير بيعمل 150 جنيه أما الكبير فكان بيعمل 220 جنيه والفون كان بيتلم بنفس سعر طفرة الحبشي كان 150 جنيه الصغير والكبير 220 جنيه بالنسبة لطفرة الإزابيل في الكوكتيل فكان الصغير منها بيعمل من 250 ل 280 جنيه أما الكبير فكان بيعمل 325 جنيه والمصبع كان بيتلم برضه بنفس أسعار الإزابيل دايما بيلموا المصبع مع الإزابيل بيلموا ب250 ل 280 جنيه الصغير والكبير 325 جنيه والبصمات في الكوكتيل بتبتدي من ربعمية جنيه الصغير والكبير من خمسمائة وخمسين لستمائة جنيه أما اللاتينو في الكوكتيل فكان الصغير منه بيعمل تلتمائة وخمسين جنيه والكبير ربعمية وخمسين جنيه والوايت فيس الرمادي كان الصغير بيعمل تلتمائة جنيه والكبير كان بيعمل ربعمية وخمسين جنيه والإزابيلة في الوايت فيس كان بيعمل ربعمية جنيه الصغير والكبير خمسمائة وخمسين جنيه والمصبع برضو كان بيتلمي بنفس السعر 400 جنيه الصغير والكبير 550 جنيه اما البصمات في الويت فيس فبتبتدي من 600-650 جنيه والكبير بيبتدي من 800 جنيه وطفرة الالبينو كوكتيل الجوز الكبير منها بيعمل حوالي 1600 جنيه والصغير حوالي 1000 جنيه ودي كده اسعار الطفارات اللي موجودة في سوق السادة عايش عامل الكوكتيل نتنعل بقى لاسعار الروز والروز لاخدر ما كانش بيتلمي في السوق ولكن كان سعره الصغير 200 جنيه والكبير كان 300 جنيه اما الالوان في الروز فكان الصغير 200 جنيه والكبير 320 جنيه وطفرة اللاتينو في الروز كان بيعمل 300 جنيه صغير والكبير كان 400 جنيه وطفرة الالبينو في الروز كانت بتعمل 600-650 جنيه صغير والكبير 1000 جنيه اما الاوبلاين اورنج فكان الصغير بيعمل 650 جنيه والكبير كان من 1000 ل 1100 جنيه أما القبلاين ريت فكان الصغير منه بيعمل 400 جنيه والكبير 650 جنيه ودي أسعار الروز اللي معانا نتنقل بقى الأسعار الفشر ونبتدي بالفشر اللي أخدر وما كانش عليه الطلب من التجار ولكن كان سعره 200 جنيه صغير والكبير 300 جنيه والألوان كان الصغير 200 جنيه سعره في السوق والكبير كان 300 جنيه والإزبلتات كانت بنفس سعر الألوان بتتلمي بنفس سعره اما طفرة اللاتينو فشر فاللاتينو فشر كان الصغير بيعمل ربعمل جنيه والكبير كان بيعمل ستمية جنيه والقلبينو فشر كان الصغير تلتمية وخمسين جنيه والكبير خمسمية وخمسين جنيه ودي برضو اسعار الفشر اللي معنا نتنقل لعيلة الفنش ونبتدي بالزبرة والزبرة كان الصغير بيعمل من خمسة وستين لسبعين جنيه اما الكبير فكان من خمسة وسبعين لتمانين جنيه والزبرة الفراولة كان الجوز الكبير منها بيعمل مية جنيه اما الصغير فكان بيعمل 75 جنيه نتنقل الجاوة والجاوة كان الجاوة الحبشي بيعمل 250 جنيه الصغير والكبير 350 جنيه اما الجاوة الابيض فكان الجوز الصغير بيعمل 300 جنيه والكبير كان بيعمل 400 جنيه والفون في الجاوة كان الصغير بيعمل 350 جنيه والكبير كان 550 جنيه اما السلفر فيها فكان بيعمل 250 جنيه الصغير والكبير كان بيعمل 350 جنيه نتنقل للكاناريا وكان الكاناريا الصغير بيعمل ربعمية جنيه والكبير كان بيعمل 600 جنيه والحسون كان الصغير فيه بيعمل 300 جنيه والكبير كان 400 جنيه بالنسبة للجولدن فينش الجولدن فينش اقل مستوى فيه اللي هو اللون اللغدر كان بيعمل 1500 جنيه السعر الجوز الشغال وعصفور المدبوح كان الجوز الشغال منه بيعمل 250 جنيه اما الصغير بيعمل 180 جنيه بالنسبة لليمام الماسي الجوز الكبير منه بيعمل 350 جنيه الجوز الكبير الشغال اما الصغير بيعمل 250 جنيه وعصفور الميناء الجوز الكبير منه بيعمل 200 جنيه اما الصغير بيعمل 130 جنيه ودي كده اسعار كل العصافير اللي موجودة في السوق نتنقل بقى الاسعار البغبغانات ونبتدي بالضرة الهندي والضرة الهندي الجوز الكبير الشغال بيعمل 4000 جنيه اما الصغير بيعمل من 2000 ل200 جنيه بالنسبة للضر الأمريكي فالضر الأمريكي الجوز الكبير منه بيعمل 14 ألف جنيه أما الصغير فبيعمل حوالي من 8000 ل 9000 جنيه وفيه ناس سألتني عن أسعار الريدرام جبتها لحضراتكم والريدرام بيبتدي الصغير اللي أخضر فيه من 750 ل 800 جنيه أما الكبير فيه فبيبتدي من 1000 ل 1100 جنيه والقوبلاين في الريدرام بيبتدي الزغالين من 1100 جنيه والكبير بيبتدي من 1800 ل 2000 جنيه نيجي للقسكو الأفريكي واللي الحتة التفريخ المصري فيه بتبتدي من 13 ل 14 ألف جنيه أما الصيد فيه فبيبتدي من 7000 جنيه وطبعا ده حسب عمره وحسب مستوى وحسب تدريبه لو هو تفريخ مصري وده يا شباب أسعار البغبغانات اللي جبناها لحضراتكم نتنقل بقى الأسعار الحبوب النهاردة في السوق لأن ناس طلبت مني أسعار الحبوب وكمان أسعار المحار المحار كان الكيلو بيعمل 100 جنيه الكيلو النظيف بيعمل 100 جنيه بالنسبة للمحار أما الدنيبة فالكيلو منها بيبتدي من 10 جنيه أقل حاجة في الدنيبة وبالنسبة للبلكم فالبلكم برضو بيبتدي من 12 جنيه ل 13 جنيه سعر الكيلو أما الفلارس فالكيلو بيعمل 32 جنيه بيبتدي من 32 جنيه وبيوصل لحد 35 جنيه أما اللب فأقل مستوى في اللب بيبتدي من 16 جنيه سعر الكيلو وكده يا شباب فيديو تقريرنا النهاردة خلص اتمنى منك ما تبخلش على بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله